أعتقد دي تفاصيل مؤتمر كارلوس كيروش عندك ملاحظة؟ ها طبعاً هو ده مقالة مقالك سيد سبراين ملاحظات على ما حدث وما قيل في المؤتمر احنا قلنا الصح ان دي صلاحيات اي مدير فني شيلت المسئولية اقبل بقراراته ايوه خلاص ايوه ده الصح ولكن يبقى الاصح وانت بتقبل بقراراته وهو يتخذ هذه القرارات لازم يتخذها بالاسلوب برضو ليناسب الموقف كيف؟ لان الصدمة جات منين؟ ان التالت لعيبة تحديداً افشة شريف مصطفى فتحي ما احتفظنا بالالقاب يعني في قفضل الحالة التلاتة كانوا عاملين حالة من الحسم يعني افشا كان خلاص ده افضل لعب في الموسم لا ينافسه الا السلين احنا بنتكلم عن المحليين هتدخل الاجانب كان هيخش بن شارع خلص علي معلومة مصطفى فتحي عامل حالة من الابداع مع اسموحة وجايب عدد من الاهداف المحترمة والاسست وصناعة الاهداف الاكثر احتراماً وظهر بشكل رائع جداً البعض يقولك عاصل مصطفى فتحي جايل ومحمد صلاح ما عندوش فرصة ربما ده يكون يعني صحيح لكن انت افشا لو بتتاخد من شهر لا بقى انت بتقول ايه او من شهر ونص لكن ربما يكون تأثر بكل ما قيل عن اجهاد لعيب النادي الاهلي واجهاد افشا وشريف وده كان بيتم تدوله في كل وسائل الاعلام وبعض يعني الوسائل المنتمية للنادي الاهلي حتى نفسه بس لو هو بقى باستبعدهم عشان يريحهم ما كانش خدم وده اللي انا قلت لك من الاهل كنت افضل ان اللعيب الدولين تاخد راحة تاخد راحة وكان زمان هرجعك ورجعه بجهزية رائعة جدا لكن انت جبته ولعبته وبعدين فجل الجونين وبعدين شريف جولين سهلين جولين صعبين هو فاعملها ده فيه يعني يوم هو لعب ست مطشات جاب خمس تجوات طيب في احسن حالاته لا مش في احسن حالاته افشا مش في احسن حالاته وما فيش لعيب في منتخب مصر في احسن حالاته يمكن تستسني حجازي وبعدين الونش لان يعني الدفاع ماسك نفسه شوي اه ماسك نفسه شوي لكن بعد كده المتخب كله يعاني تقريبا لانه قوامه اهلي بيرامد دول مرهقين جدا ازا مالك اقل ارهاقا والنجوم اللي جاي لنا من بره دي واخدت وطبعا صلاح بره الحزب لا بقى في الجاهزية والتأثير بصوا ساذ ابراهي في وقت ما قريب كان هناك همهما حول جدارة ميسي بالانضمام للمنتخب الارجنتيني صح ولا غلط دايما ما كانش محسومة غير رونالدو مثلا محسومة مع البرتغال كان هناك همهما حول جدارة نيمار او يعني امكانية عدم اختيار نيمار مع البرازيل اذا اهل مع نجوم العالم يتعرضون هذا المقف ولا يدير افشا ولا يدير شريف ولا يدير مصطفى فتح ولا يدير اي لاعب ان لا يتم الاعتماد عليه في هذه اللحظة ولكن لما تاخدني وتلعبني وتديني احساس ان انا موجود لازم عندما تتغير القناع او تكون قناع تقديم الاول اتكلم معايا اه الناس تقولك فيه ناس اتكلمت بالطريقة مباشرة وفيه ناس لما حتلوهم انا مليش دعوة انا ما يعني انا عايز كون كروش يحترم اللعيمة فقط يا ولاد انتو اطلعوا ارتاحوا شوية دوركوا جاي الفترة دي اللي انا عايزه مش هتقدروا تدهوني نتيجة اللي انا ملاحظوا عليكم من ارهاق انما ساب الدنيا اللي انتكاه اللي يقولك اصل اتعملت قياسات وهذا كذب وده برضو يقولك والاعلام ايه الخيال الخصب ده او مين اللي بنقل للاعلام هذا الكلام الغير حقيقي حقيت لحد يقولك عملوا جلسة لغاية ستة الصبح الكشف الاخطار ليه ليه طالح انه ده محصلش ليه كل كلم ده يتقال ليه لان انت ك مسؤول في اتحاد كرة القدم معالكتش دي معالكتاش بالطريقة الصحية خلص الماتش تعالى يا كابتن واقل اقعد مع الشباب ده في وجود كروش واقول لهم يا جماع كلهم اللي المستبعدين يا استحق هذا الاحترام منك انت مش بتبرر لهم انت بتفهمهم اهدوا خلي بالكم وانتوا ستاند باي كلكم لاني حاطتكم في البطولة العربية اه فالناس تعرف خاصة ان اما يجي واحد زي اقافش اقول لك انا اجلت فرحي وكانت بكتابي واجلت مش عارف ايه واجلت ايه يعني كان من حقه لو عنده هذه المعلومة كان حياته الشخصية تتراتب بطريقة تاني تمام ده اللي بقوله لك الصح والصحيح وبينهم هذا الجدل الخاطئ من الخطأ ان تناقش احقية المدرب بدون ان يبرر ومن الخطأ ايضا ان لا تناقش كيف تحدث الامور هذا حقه وهذا حقا